محمد من السودان يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان مثلا يعني يقول متى يكون يدافع الشخص عن نفسه يعني وكيفية يعني يسأل عن قضية الربط بين ابني آدم لما قتل هابيل هابيل قتل عفوا قابيل هابيل وقال بأن هابيل استسلم لذلك محمد بارك الله فيك بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه المعصومة ولا يجوز له أن إذا يعني تعرض لمحاولة قتل أن يستسلم لذلك لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة والإنسان القادر على الدفاع عن نفسه حينما يستسلم ويترك هذا الأمر يعتبر قاتل لنفسه وهذا على سبيل العموم سأذكر لك التفصيل الآن وأيضا يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أرادك على نفسك فقاتله يعني دافعه قال الصحابي يا رسول الله فإن قتلني قال أنت في الجنة قال فإن قتلته قال هو في النار لكن عندنا حالة من الحالات التي جاءت النصوص على أن الإنسان لا يخوض في الدماء فيها وهي حالة الفتنة العامة ما معنى الفتنة العامة يحصل اضطراب بين الناس ويحصل فتنة وهرج ويموج الناس والعياذ بالله في هذه الفتنة فهنا الإنسان يلزم بيته ويكون حلس بيته ويبتعد عن المشاركة في هذه الفتنة فتنة الخروج مثلا فتنة كذا هذه كله يبتعد عنها ولذلك في الفتنة التي حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه اعتزل كثير من الصحابة اعتزل كثير من الصحابة فقال العلماء بأن هذه الفتنة هي التي تجعل الإنسان يجلس في بيته ولا يخوض في الدماء ولا يشارك في القتل وإن أريد على نفسه قالوا يستسرم لذلك كما استسرم أبو سعيد الخدري لكن الله تعالى نجاه واستسرم كثير من الصحابة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث بعض الصحابة على أن يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل بمعنى لا تشارك في هذه الفتنة أما الأمور العادية الطبيعية كقطع طرق أو لصوص مثلا أو ناس مثلا يريدون أخذ ماله أو كذا فلا يسمح لهم أبدا يعني الاعتداء على نفسه وإنما يدافع على قدر الطاقة والاستطاع